السلام عليكم يا جماعة الخير اكتفيجين قاعد يتدخل في عيالنا في عيالنا احنا هم حقين انا قاعد يتدخل فيهم بانهم يعني انكم عادي يتغيروا يعني جنسكم من الولد لبنت الولد اكتفيجين احنا من زمان عارفين وغير اكتفيجين من زمان عارفين انهم دعمين لهذا الشي تمام بعد عن لعبتكم زفت وبعد عن انتم ما تعرفوا تسويوا العاب انتهى وقتكم من زمان ليش ليش دخلين على عيالنا ليش الموضوع انكم انتم الان قاعدين تورروا عيالنا انه هذا الشي عادي احنا قاعدين نحاول لا انتم تقولوا ايوه طيب اسهل حاجة حيساوه اولياء الامور شيل منه السوني او احذف منه اللعبة او 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 اشياء مرة كثيرة تمام لكن احنا كلاعبين ايش حنسوي احنا كلاعبين ناس عندهم عقول الحمد لله شو كل واحد يحمد ربه يا شباب كل واحد يحمد ربه انه احنا عندنا عقول وعارفين الصح والغلط غير انا كان يقول زي كذا لكنه تحول جنسيا تمام فالحمد لله الذي عفانا بما ابتلاهم به لكن احنا كلاعبين ايش حنسوي يعني يا كود او يا اكتفيجين بشكل عام يعني بين اللاعب والشركة مثلا بين اللاعب والاستوديو احنا مفروض يا ابوه لعبتكم هي حلوة حسنوها وانتو تقولوا ابشرو احنا حنحسنها زي ما تبقوا مفروض هذه هي هذه هي النقاشات المفروض تكون بين اللاعب والشركة بين اللاعب والاستوديو بغض النظر عن ايش اللعبة لكن كود لا كود الموضوع تعد مرحلة لعبة تعد مرحلة الشركة تعد الموضوع صار عارف مو مهتمين مو مهتمين انت مسلم مو مسلم مو مهتمين لرأيك الشخص مو مهتمين لأهلك مو مهتمين عدم احترام عدم احترام خاص فينا فينا الأرض بشكل مو طبيعي طبعا كود يعني انتو عارفين العابة هزفت الالعابة الأخيرة كلها هزفت ما في أي لابة حلوة أنا عن نفسي يمكن قاطع من كود انك خمسة ستة أشهر قاطع من فترة طبيعة ما عاد خلاص يعني الكلام مو على كود بس بس الآن خلينا نتكلم عن كود في العابة ألعبهم زفت يا عيال ما حالي لعبها لا حسنوا ولا 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 وقفلوا ألعاب قديمة انتو عارفين الهرج قفلوا ألعاب قديمة لناس حبين ألعابهم القديمة وقفلوها هددوهم مدري إيش لناس سووا خير اللي ان الموضوع ازي كده الطاولة الموضوع لدرجة انه كل سنة قاعدين تدعوا مثالية قلني اوكي لكن تروح للأطفال الأطفال يا عيال يا عيال انتو متخيلين كمية هذا الموضوع قديش كبروا أطفال أطفال عمرهم عشرة 11 سنة يقود يلعبوا الكود ولا شي ولا يقرب جوالاتهم ترى انت عالي تحول جنسك ما عليك من أحد أي طفل يحس نفسي أنه أنثوي الآن حيقعد الفكرة هاذ في باله أي طفل عايش مع بنات حيقول الفكرة هاذ في باله أنا ربنا خلقني كذا حيدخل ربنا في الموضوع ربنا لا أهدخل لكن حيقول ربنا خلقني كذا ما أحد لا أهدخل لا لا يا عيال الموضوع ترى خطر ترى الموضوع غلط الموضوع غلط يعني أنتو إلى متى إلى متى حيستمر هذا الموضوع فعشان كذا إحنا كدورنا هما شركة يعني كزي هذه أي شركة تخسر وتكسب من اللي يخسرها ومن اللي يكسبها إحنا تمام وترى الفكرة المسلمين ما هم فئة قليلة من اللي يلعبون ترى مرة كبيرة يعني قيمة سوقية جدا ضخمة إحنا بالنسبة لهم إذا إحنا نسبنا اللعبة تمام أغلبنا الآن حذف اللعبة لكن إنت إذا ما حذفت اللعبة حذفها ترى كنت قاعد تدعمهم وأنت ما تدري استمرارية الشركة بعدد اللاعبين تمام العدد الوهمية والأرقام الوهمية اللي أنتو شايفين إنه الناس كاعدة يرجع للعبة هذي كلها كذب ترى كلها كذا في الحضيض نازل الأرقام والشركة قاعدة تخسر أوكي الشركة حاليا قاعد يخسر واللي إحنا قاعدين نسويه نتائجه حتبان مستقبلا تمام أنا ما أقول لها قاعدة اللعبة بس أنا أقول لك هكتطى اللعبة الجية كمان اللعبة الجية الكود هتكون في 2024 Advanced Warver 2 إن ما كانت تكون أكيد هتكون زفت أقطعها لا تلعبها لا تشتريها ليش عشاننا يا شباب عشاننا إحنا مسلمين تمام وإحنا الحمد لله عندنا أقول حرام حرام نهين نفسنا بالألعاب دي ما إحنا بحاجتهم أوكي في ألعاب مرة كثيرة في استوديها تطالع الآن وحا تتطور مو مصير كود هي تكون أفضل اللعبة في التاريخ وأفضل لا في ألعاب الآن طالعة وحسوى ألعاب أحسن من كود الدنيا ما هي واقفة علىهم أحذف ألعاب كود لعب تلعب ألعاب كود لا تقعد تسويلي فيه إنك الحساس اللي ما عنده لعبة غيرها لأنه إنت كذا حتكون غلطان إنت دام وصل لك الكلام خلاص انتهى الموضوع أنت فيها يا حبيبي أنت فيها ومن تطالع منه إذا لعبت العاو معرف إنك أنت قاعد تدعمهم تمام بدون ما تدري تقول أنا مني موافق بس بلعب عشان المتعة الموضوع ما وصل لك إذا الموضوع تعدى خلاص هذه المرحلة أنت بمخك وبعقلك هتعرف أنه لا الشركة هذه توقف عند حدها توقف عند حدها أنت كذا أنت بحاجة لهم يا حبيبي لهم أنت بحاجة لهم وإذا أنت الشاب نفسك أنك بحاجة لهم فإذا لازم تراجع نفسك هذا مشكلة شخصية فيك لكن أنت كرجل هتوقف معنا هتوقف معنا غصبا عنك أصلا أحذف اللعبة يا ابني اللي عادت لعب ألعابهم أبعد عنهم على طول أبعد عنهم مزفتين ذول ترى ناس ناس وصخة يا جماعة ناس وصخة التفكير هذا إيش فيه هتطلع قرار في أمريكا أنه الطفل يتعدى عليه واحد هذا ميول يسموه ميول جنسي عادي جدا أنه الطفل يتعدى عليه يا رجل الطفل يشتكي الآن فيه واحد يتعدى عليه يا جماعة الخير يقولوا له لا هذا ميول جنسي يخليه الموضوع يخلص يا جماعة ترى الموضوع نرفز ترى لو تفكر فيها ترى قرف 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 يا أبويا قرف أنا ليش ألعب لعبة كده وصخة ليه الموضوع هتطور يا عيال ترى من دور الشركات قاعد تطور قاعد يدعم ويدعم ويدعم احنا من دورنا لازم نتطور يا جماعة الخير هتقول لي أقطع اكس بوكس هتقول لي أقطع أنا مستعدت أقطع أكسم بجلالها مستعد مستعد لكن نبغى يا حيال الناس معنا نبغى كده نبغى العالم كلها تقطع والله العظيم لا يتعدل والله شوف على تضخم المال اللي إحنا عايشينه الآن وعلى السوق المالي اللي مو أي أحد هيقدر يواكبه الشركات هذي ترى تاخد فلوس من الأمور ذي لو إحنا قاطعناها ما عد حتقوم ثاني إذا طاحت حتى لو اعتذرت والله ما عد حتقوم ثاني أنا أقول لكم هي فهي إحنا نحتاج سقطة بس لهذه الشركات نحتاج سقطة كده تسقط خلاص ما بطول ثمانية دقائق الآن صورت ما حتطول في المقطع رسالتي لكم أنا كصانع محتوى أبأ أوصل لكم دير الرسالة قاطعوا كود فيها لعب مرة كثيرة فيها لعب مرة كثيرة حرفيا أنا أقول لكم هي أطمن فيها لعب جاية جديدة ما تدعم القرف ذا أوكي أطمن أروح لعب غير نمودك شويتين وقت عن كود وأحذفها وحتشوف إن شاء الله نتيجة تفعال أن هذه رح تكون مستقبلا أكيدة ما أقول لكم يمكن لا هي أكيدة فيها خسائر هذه تمام شوفكم على الخير في المقاطع الجاية فمان الله